السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته 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 فبرضو عندنا تكتب عكاي يلا عكاي شي عندكم ايضا جبالي في رعيبة طبعا كثيرين نضافوهم في التحريف الجديد فانترح شوفهم الكري فجبالي ايضا وبرضو في مو 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 سا فهذا ما تشوفين موسى خلاص حاليا سؤال المنتخب المغربي تونسي الحين ايش باقي لنا تروحون البرازيل بعدين تروحون الادس بورت ديورقين سلدات تنقلوا هنا ديورو تنقلوا افرينتشز تنقلوا دينيز تنقلوا كابرال تنقلوا المكسيني تنقلوا ديورو تنقل السيري تنقلوا كالديني تنقلوا بومبيرا تنقلوا نالديني تنقل بنبو ستة تنقلوا دقيق بنبو ستة ذا ايش البرازيل بو برازيل جبال تخلي قويضة تخلي سدريستنقلوا ننجر تنقلوا زنسون هذا مغربي اتونسيطا حدادي تنقلوا 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 خلاص فخلينا بس أرجع لكم مع التشكيلة ويلا فزن من تشوفين حرص المرمى فاروق بن مصطفى بن علوان ويحية عبد النور عزوني شزمه هاجري بن خليفة خزري وصلاتي عبد القادر جبالي وعكايشي موسى بن سعدة قوايدة بن خميس لعقوبي بن يوسف حدادي وبن عثمان ونعيم سريته حبيب ذاس ونعيم سريته هام منهم فزن من شايفين هذه هي تشكلة المنتخب التونسي خلينا بس نخش على المباراة سريع قدامكم يلا فزن من شايفين مثل روح برازيل يلا يلا فين برازيل سريع يلا أنا دي سبورت ونحط دولي ونحط ذي المرة المنتخب السعودي يلا بضغط دقم بس خلينا نتأكد من العدادات فيس اوكي خلينا نشوف يلا فزن من شايفين خلاص التشكيلة جاهزة خلينا نخش على الملعب سريع مثلا قدامكم برا يلا يلا زين من شايفين فرضية الميدان المنتخب التونسي طبعا احتمال كبير في القناة هذه الأيام بتنزل شروحات كبيرة بس خلينا نوريكم يلا في الملعب المنتخب التونسي وكل شيء طبعا احتمال ذي الفترة راح نزل لكم شروحات كثيرة كيف تسوي منتخب كرواتيا كيف تسوي كوريا اليابان زي كده عشان نملو منتخبات كاس العالم سيبطول أغلب المنتخبات فيه لكن المنتخبات زي باناما ذول ما راح نسويهم يعني باناما والسلبياء هذول ما راح نسويهم لكن المثال تونس اليابان ذول سهلين كوريا راح نسويهم بإذن الله فخلاص من شفته بس خليهم مشيتون دي الكورة هجما تيسير لكن فاروق بنصطفا فبس هلت المقطع اتمنى شف المقطع اتمنى شرحات قد تسوي وقت وصل المقطع فوق العشر يلاك فارس فارس جيمز مع السلام